موفد تلفزيون أبوظبي السيد يوسف من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا تفضل نعم الاستعدادات كما قال زميلي فيصل تجري هنا في مركز كينيدي على قدم وساق لإطلاق المركبة دراجون على متن الصاروخ فالكن تسعى في هذه المهمة الكبيرة والكبيرة جدا في تاريخ الإمارات وتاريخ العرب بشكل عام طبعا كان هناك مجهود كبير جدا لمركز محمد بن راشد وكل القائمين على العمل في مركز محمد بن راشد لإعداد سلطان النيادي وطبعا زميله هزاع المنصوري من قبله لهذه المهمة على مدار خمس سنوات عمل شاق تواقم عمل تلحم الليل بالنهار فقط من أجل تجهيز سلطان النيادي لهذه المهمة الكبيرة التي سيبقى فيها في الفضاء لمدة 180 يوما معي في هذه التغطية أحد هؤلاء المنتمين إلى مركز محمد بن راشد معي الأستاذ محمد الحرمي المهندس محمد الحرمي هو مدير أول شؤون الإدارية في مركز محمد بن راشد برحب بيك وعمل كبير لكل القائمين على مركز محمد بن راشد في إعداد سلطان النيادي على مدار خمس سنوات حدثنا عن هذا العمل حدثنا عن هذه التواقم أيضا لا يجب أن نغفلهم ونغفل جهدهم أهلا بيك أهلا بيك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على الاستضافة وعلى تواجدكم معنا هنا في كيب كنافرل في أمريكا في أولاندو طبعا في البداية أحب أشكر أصحاب السمو في الدولة والقيادة الرشيدة عندنا في الدولة على الدعم اللامحدود لمركز محمد بن راشد للفضاء طبعا فريق العمل عندنا في مركز محمد بن راشد للفضاء له جهد خلف الكواليس الناس لازم يعرفون أن الفريق شغال من خمس ست سنوات على برنامج رواد الفضاء والبرامج المختلفة في مركز محمد بن راشد للفضاء طبعا هزاع وسلطان ما يوم من فراغ خمس سنين من التمارين المكثفة تغرب خارج الدولة لازم الشخص يعرف أن هذا التغرب كله ولاء للدولة وطبعا التمارين هاي كانت فيها جهد كبير جدا فريق عمل تقريبا كل وكالات الفضاء في العالم من زالها نعم تقريبا كل وكالات شاركت فيها التمارين كانت كثيفة جدا مكثفة يعني ما كان عنده مراحة كثيرة متغربين عنها ليهم لفترة طويلة فريق العمل اللي كان يشتغل على برنامج المرات الورواد الفضاء طبعا هذا الفريق قد متقسم لعدة أفرع ولا عدة فرق مختلفة عندنا في المركز إذا كان فيها أعلام إذا كان فيها أشياء إدارية أو أشياء غيرها طبعا نحن كلنا قلب واحد وكلنا فريق واحد وننتمي لمركز محمد بن راشد الفضاء ونشتغل تاعت أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة فهذا الجهد اللي تشوفونا ما كان بيستوي لو مب فريق العمل السلطان في خلال الدقايق القائمة ما كان بيوصل على هذا الصاروخ لو مب التكامل والتعاون الكامل في مركز محمد بن راشد الفضاء في نفس الوقت الاستراتيجي اللي وصلتنا لتعاون الدولي خمس سنوات يعني على إعداد سلطان نياذي يعني حدثني أول مرة لقيته كان خمس سنوات طبعا نسميه أصغر من ست سنوات يعني حدثني عن هذه اللحظة ويعني مقارنة بهذه اللحظة التي تتوج فيها هذه الجهود مجهود يعني ست سنوات من الإعداد والعمل جديد نعم أول شي طبعا خلال ست سنوات اللي فاتت كان الأخ سلطان نياذي والأخ هزاع المنصوري من ضمن أربعة آلاف شخص قدموا على هذا البرنامج والحمد لله هل اثنين كانوا صباقين من بين كل الناس اللي قدموا واتبعوهم طبعا اثنين نسمة قال طويلا عمر شيخ محمد بن راشد قال يوم شافس يمكلم هزاع قال إن شاء الله طوابير وراك فإن شاء الله حتى نقول سلطان إن شاء الله طوابير وراك عندنا محمد الملة عندنا نورا المطروشي طبعا هالثنين اللي حالين يتدربون في أمريكا نورا أول فراء أو رائدة فضاء عربية نعم وإن شاء الله بعد نورا مم قصرة يعني هي الفريق وتمارين شاقة يعني قايمة فيها نورا بس خلنا حين حاليا نركز على الخمس سنوات الست سنوات اللي ذكرتها من أول يوم لين اليوم طبعا هاي الست سنوات يعني أفكر فيها حين في المقابلة شفتهم وكان فيهم حماس غير طبيعي كان فيهم شغف تحس فيهم ولاء غير طبيعي وعندهم هالبعد نظر أن يبوني يكونوا رواد فضاء هزاع كان طيار وقدر في فترة بسيطة جدا أن يروح لمحطة الفضاء الدولي وقعد فيها ثمانة أيام سلطان مش طيار بس ما شاء الله تعلم الطيران وغيره وغيره فهذا يبين لك أنه ما في شيء مستحيل في دولة المارات والحمد لله وصل هاي المرحلة سلطان هو بصراحة لازم يعني لازم يكون في شغف لأنه هذه مهمة كبيرة وبيئة الفضاء بيئة صعبة وتمرين تمرين شاقة ويعني يجب أن يكون هناك رغبة ويجب أن هناك فريق عمل جاد ولديه من الولاء والشغف يعني ما يؤهلوا لإنجاز هذه المهمة طبعا طبعا هذا كلامك صحيح عمي باللمية لو هالشغف ما كان موجود ما كنا بنوصل لهذه المرحلة طبعا سلطان وهزاع فريق واحد نحن هزاع وسلطان أخوان وفريق واحد إذا تشتغل مع بعض أنت دائما استراتيجيتك أن تفكر في شيء يكون مستدام ليش هي الاستدامة؟ الاستدامة نحن عندنا الجيل الجديد قبل الأجيال القديمة كانت تفكر في أشياء مختلفة مثلا يكون طبيب أو الدكتور وهذا شيء ممتاز وإن شاء الله يستدام بس عندك هالشيء اللي يديد اللي أطلع عندنا في الدولة اللي هو تشوف أطفال يلبسون لبس روات فضاء تشوف أطفال يبون يصلون للفضاء يبون يكونون مهندسين فهذا شيء نحن يعني هاي سنة سنة الاستدامة عندنا والحمد لله نحن في مركز محمد بن راشد للفضاء برامجنا كلها فيها استدامة وإن شاء الله بعد سلطان تكون فيه استدامة إن شاء الله في هذه البرامج نشكركم على المجهود الكبير والحقيقة لم تقصروا فيه وإن شاء الله تكلل هذه المهمة بنجاح ونجاح كبير ويعود إلينا إن شاء الله سلطان بالسلامة سالم غانم بالأبحاث وكل الاكتشافات المهمة جدا لعلوم الفضاء أشكرك أستاذ محمد الحرمي ويعني أبريك لك على هذه الله دعواتكم وأهني دولة المارات قبل الإطلاق لأن الحمد لله قدرنا نوصل هاي المرحلة ألف شكر شكرا جزيلا